السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا شباب في الفيديو ده هنبدأ نتعرف على الفرق بين الCAV والVAV يبقى احنا موضوعنا النهاردة هنتعرف على الفرق بين الCAV constant air volume والVAV variable air volume خلينا نبدأ بالVAV طبعا ده شكل الVAV ليه اشكال كتير تقريبا ستة اشكال هنتكلم عنهم طيب الVAV variable air volume ده بيكون في temperature constant يبقى من ناحية درجة الحرارة بتبقى في الVAV temperature is constant طيب ال air flow بيتغير ال air flow بيتغير ركز معايا عشان الكلام ده كمام هنقول حاجة شبهه دلوقتي في الCAV يبقى في الVAV درجة الحرارة سابتة وتدفق الهوى كمام بيتغير طبعا الVAV مستو ان بيديني temperature control يعني لو انا مثلا في الشغل عندي كذا مكتب الكذا مكتب دول هل احنا عايزين كل واحد يبقى عنده في التكييف المركزي حاجة يقدر يتحكم بيها في الغرفة بتاعته بس يبقى انا هستخدم هنا VAV لو انا ههزع درجة الحرارة كمام هتكون على مجموعة من الناس وما يقدروش يغيره temperature كل واحد لوحده تمام for each room يبقى ده هيبقى CAV تمام يبقى انا هنا بقدر اغير درجة الحرارة لكل غرفة من خلال تغيير السرمستات the separate temperature control for each room يبقى VAV for each room بان انا بيبقى في كل غرفة في عندي سرمستات اقدر ازبط منها باقيم ايه هي انواع VAV عندي رقم واحد single duct cooling only اللي هو ده ده single duct cooling only ده تبريد بس في عندي رقم اتنين single duct cooling with hot water with hot water coil ال hot water coil اللي هو ده يبقى رقم اتنين هو single duct cooling single duct cooling بس معا مين معاة hot water coil الحالة رقم تلاتة dual duct unit dual duct unit يعني اتلاحظ انا بيطلع منه dual اتنين duct dual duct unit طيب طيب الحالة الرابعة بارل الفان باورد يونت cooling only اللي هي الحالة دي باورد يونت cooling only ده تبريد بس طيب وبرل الفان بارل الفان يعني المروحة هنا على التوازي بارل الفان اهي باورد يونت with hot water coil الكويل بتاع الهوت ووتر وبقى كده بارل الفان باورد يونت with electrical coil ده بقى في الكويل الكهرابي يبقى انا عندي ستة حالات لل VAV variable air volume تمام طيب ال VAV system ده بيبقى تصميم وماشي ازاي الموضوع بسيط جدا انا بمشي ازاي اهو بيدخل عندي fresh air وبيطلع هنا return air اللي اتنين دول بيدخلولي على الوحدة ويطلع عندي طبعا الوحدة هنا مثلا HU بيطلع عندي هنا supply air flow تمام هنا طبعا ده المروحة يتعتبر modulator supply air flow modulation ويدخل على duct الدكت ده شباب هيوزع يعني الهوى هيدخل ازاي هيدخل شوية هنا يتوزع ويدخل هنا ويدخل هنا ويدخل هنا variable air volume اللي هي الحتة اللي في الجنب دي بقى ايه ان كل duct عليه على المخرج بتاع duct ده اللي رايح للغرفة دي فيه واحده تمام فانا بقدر حد يبقى الغرفة دي هيبقى لها درجة حرارة مستقلة طب والتانية الهوى داخل رح تحط دي جنبها اهو سر مستاد دي ان انا هقدر احط VAV يبقى انا هقدر هنا ادخل زون اتنين او الغرفة رقم اتنين روم اتنين روم تلاتة روم اربعة وهكذا يبقى الفكرة كلها في ان انا حطيت VAV على المخرج بتاع الهوى طيب دي بتشتغل ازاي تعالى نفهمها كده واحدة واحدة تعالى نفهمها واحدة واحدة احنا زي ما قولنا كده هيجي هنا ايه اوتسايد اير اللي هو الفريش اير اللي جاي من برا وفيه هنا ده الريتيرن فيه جزء منه طبعا هطلع اكس هوست اللي اتنين دول هتجمعوا يا شباب ويدخلوا على وحدة الاه اتش يو مثلا تدخل على فلتر وبعدها بتدخل على فريابل سبيت سبلايفان المروحة اللي احنا قلنا عليها قبل كده اللي بتطلع من الهاتش يو تمام وبعدين تطلع على الكولينج الكولينج كويل المهم عندي هنا درجة الحرارة خمسة وخمسين فهرا هاي تروح تدخل على مين في الدكت تتوزع اهو الهوى يتوزع يدخل هنا وهنا 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 يجي عند الغرفة دي او الزون دي كاملة ويحط في اي في بوكس يبقى في اي في بوكس اي في اي في بوكس بي في اي في بوكس سي يبقى انا كده اديه تلات مناطق اي وبي وسي وكل الريتيرن بتاعة التلات مناطق يروح رايح على الدكت ده ويرجع الراجع هنا طبعا بيرجع درجة حرارة وكادة خمسة وخمسين بقيت خمسة وسبعين درجة الحرارة هنا خمسة وخمسين هنا خمسة وسبعين درجة الحرارة بتاعت الريتيرن اعلى تروح دخل على يبقى خلي بالك خلي بالك انت في عندك في عندك في عندك ايه في عندك في عندك اللي انا بشطب عليها دي وهنا في في يبقى في في وفي في درجة الحرارة بتاعت الداخل خمسة وخمسين واللي طلعت خمسة وسبعين وزعت ازاي حطيت في على كل زون موضوع بسيط جدا لو انا عايز اشوف مالتي زون في نفس القصة لو انا مثلا عندي تشيلر اللي تشيلر ده بقدر اتحكم في السيستم كامل بتاعه من خلال الكنترول بتاع التشيلر ومن خلال تركيب نظام مجموعة من المضخات والبويلر والكلام ده المهم اللي يهمنا احنا فيه هوا بدأ يدخل هنا فاحنا هندخل نبدأ نوزع يبقى احنا هنمشي كده اهو ادي اول فرعة تمام وبعد كده اروح واخد هنا كده اهو هنداخل على التانية كده هنداخل على مين على التالت طيب بعمل ايه انا بعمل ايه بركب في اي في تيرمينال على الحتة اللي انا عايز اتحكم فيها في اي في تيرمينال في اي في تيرمينال تمام طبعا ده الجزء بتاع الاجزهوست فان يبقى موضوع في اي في امره بسيط جدا امره سهل جدا بحط على كل مكان بحيس اقدر اتحكم في الاماكن طبعا في دول داكت في دول داكت بيبقى موجود معايا لو دخلت هنا بالهوى اهو بروح جاي هنا ادي داكت سنائي روح موزع كده تمام والتاني موزع كده وده يدخل يوزع على مجموعة الديفيوزر بتاعته وده يوزع على مجموعة الديفيوزر بتاعته ده في ال في اي في دول داكت طيب تعالا الابسط منه ال مدون تقل لك يبقى ال في لو هو اللي كونستانت يبقى احنا بنقول يبقى ال هو اللي طيب هنا درجة الحرارة بتتغير طبعا ده بستخدمه بس في يعني ال في منه انواع في منه سي اي في سي اي سي اي 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 وز ري هيتر او ري هيت و سي اي في برايماري وسكندري تمام برايماري وسكندري ده ممكن نستخدمها مالتي زون يبقى احنا بتستخدم مين في سينجل زون سينجل زون ال كونستانت اير فوليوم بتبقى ماشي ازاي نفس القصة في وفي بيحصل لهم ميكسينج وبقيس درجة الحرارة رح مدخلها على الوحدة وهطلع من هنا درجة هطلع من هنا الهوى الهوى ده هيدخل يتوزع اهو 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 انا بحط هنا هتبقى فارد طيب بتاع السي اي في ماشي ازاي بيقول اهو انا في عندي الهوى الراجع اهو بيعد الهوى 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 درجة حرارة خمسة وخمسين ويدخل هنا يتوزع على الدكت يدخل على مين على كل زون هلا نقدر اتحكم في كل زون لا ده سابت ده وراجع سخنة خمسة وخمسين طبعا عشان نبدأ نشوف ال vav compact air flow schematic وال cav compact hvac air flow schematic لازم نبقى مركزين في اللي فات كويس جدا احنا قلنا هيدخل outside air تمام outside air ده في جزء دخله من return في هنا جزء طالع اللي هو exhaust وحاطط heat recovery bypass number حاطط هنا heat recovery طيب وهنا return system return plenium ده بيدخل يروح مدخل هنا يعمل circulation مع outside air هنا يحصل outside air mixing dump هنا dump اللي يعمل عملية الميكسنج وبعدين بدخلها على الفان وبعدين يدخلها على cooling coil وبعدين يدخلها على heating coil وبعدين ادخلها على الفان النهائية اللي هتطلع لي supply يبقى ده supply او system supply يروح يبدأ يوزع شوية يدخلوا هنا شوية يدخلوا هنا في zone 2 شوية يدخلوا هنا في zone 3 فهنا بدخل على zone supply plenium بيدخل على مثلا zone 1 وبعدين zone 2 وبعدين zone 3 ثلاثة البلين ده فايدته ان انا بعمل standard zone terminal unit دي ان انا بعمل واروح لل reheat coil واروح رايح على اغز هنا supply air ده اللي هيدخل على الغرفة او على zone نفس القصة ده اللي هيدخل على zone 3 واروح مجمع كل من zone 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 return واروح مرجع كل ده يدخل على system return يبقى انت الزناية الوحدة بتديني zone return zone return zone return واروح مجمع هم التلاتة دول ولا بعد الزون يطلع system return plan التجميعة دي هي اللي هترجع تدخل على مين outside air source عشان تبدأ تديني السايكل فالموضوع بسيط جدا نفس الحوار لو احنا عايزين نشوف cav cav ابسط قدي عند outside air supply زي ما شفنا كده هيرجع له هنا من system return بلينيام روح دخله الهوى الراجع return ويعمل recirculation ويروح داخل هنا مع الهوى اللي جاي من الفريش air اللي هو outside air supply وإحنا قلنا حطين هنا heat recovery bypass dumper وحاطط preheat coil وروح تمدخل هنا على outside mixer dumper وروح مدخلها على الفان وبعد الفان ادخل على cooling coil heating coil وبعد كده الفان اللي هتطلع للsubly وروح داخل على system subly تمام بلينيام وروح موزع على zone subly بلينيام والzone subly بدلينيام عاملين عليها زي terminal unit كده بحيث يبقى فيه dumper وفيه reheat coil وده اللي هيدخل على subly air ده zone 1 وبعد ين اروح مرجعها من خلال zone بلينيام وجمع zone بلينيام 1 و2 و3 و4 هتديني system return بلينيام هو اللي يرجع على الوحدة تاني يبقى الفيديو ده انا شفت انا شفت cav و vav بالتفصيل معاكم وازاي بتتم عملية التحكم في air flow يبقى الفيديو بتاعنا كان بتكلم عن air volume و constant air volume واشوفكم في فيديوهات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته